السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا قناة التاريبات وتسمين الاغنام الالف الياء هنعيد النظام بتاعنا عشان كل وقت لغاية من الناس تتعود على النظام وتبدأ الاسئلة كلها تبقى في مكان المكان بتاعها المخصص في القناة اي سؤال عندك اكتبه اسفل فيديو الاجابة اسفل فيديو الاجابة اكتب تحديه التعليق بتاعك السؤال بتاعك اكتبه في تعليق بيتم الاجابة عليه ان شاء الله في خلال 48 ساعة في خلال يومين ان شاء الله وبعد كده بمجرد ما بيتم الاجابة عليهم بتتوقف التعليقات فيه خلاص انتظر فيديو الاجابة الجديد اللي هتكتب فيه السؤال بتاعك تحته عشان ما نطورش نقاطه عشان فيها سئلة كتير اه اول سؤال عندنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فاطمة مرة 10 ايام لا تشبع من حليب امها اصابها وزال وهبوط في الطاقة اصبحت درجة حرارة لو درجة الحرارة ستة و تلاتين ستة و تلاتين دي معناها اصبحت خلاص مفيش منها امل تعتبرها تموت لو نزلت الحرارة الى ستة و تلاتين ولكن عموما مع الهبوط لازم رقم واحد تعليق محلول الرقم واحد لازم تشوف اي حد يعلق لك محلول لها في الوريد حصلها هبوط في التغزية خلاص نزل درجة حرارة المفروض يعني تبقى فرنج التمانية و تلاتين المفروض كما تواصل بتزيدو بتقل شوية فانت دنازل 36 دي معناها تظهر شبه بتموت خلاص اذا لحقتها وعلقت لها محلول يعني فيه امل بصد ضعيف على العموم عام بالكلام عام يعني انخفاض درجة حرارة علق محلول على طول علق لها محلول زائد طبعا لما تقوم من المحلول لازم تشوف لها ام تانية او تزود لها اللبن لازم ترى ما انت عارف ان المشكلة عندها في اللبن اللبن مش مكافيها يبقى لازم تزود لها مصدر تاني للبن معزة تانية او نعجة تانية تردع منه او حليب بقر او حليب جموس وتردعها في الببرونة السؤال التاني السلام عليكم والسلامة والبركاته عندي خرفان بوزنة 30 كيل سؤال اسناء فترة الرعي هل يجب اعطاها وجبة علف تسمين وكم وزن الوجبة للخروف الواحد لازم اتبارها عامل الوقت بالنسبة لفترة تسمينه لو انت عايز سسمن تسمين سريع انا بكلم على التسمين السريع واجبة العلف ولو التسمين سريع يبقى واجبتين علف واجبة قبل الغرب ما تطلع ترعى الصبح وواجبة لما تيجي من المرعة اخر النهار لو انت محتاج الوقت واخد في عند اعتبار الوقت يبقى واجبة الصبح قبل ما ترعى واجبة بعد ما ترعى لا مش محتاج الوقت ممكن ترعى طول النهار واخر النهار وواجبة اخر النهار بس التسمينة الدورة هتبقى اطور النعجة الثولة اي النعجة المجنونة التاب السحية التهاب السحية اللي هو في مصر يقول عليه نعجم دوشنا او دوشان او لوشا بتسميه العرب عندنا بيسموه اكتر مسامات دي كلها عربا بعضيها دوشان نوشا لوشا دي للاسف مالاش علاج التهاب السحية التهاب المخ مالوش علاج غير انك تتبحها وترمي الراس بس ايه انواع الاعلاف وكم كيلو للاسف ارجع لفيديوهات الاعلاف الكلام بالتفصيل عنها الورج quil 여� Batura السلام عليكم على الوشاست اللي وبركاته هل ممكن استخدام الادوية البشرية بدلا من البايتارية الي بالاweisen ماعز نہیں كلف الشي slipp py اب вами عن دي كلفين والدكلفين البشري بيوجد نتيجة زي الدكلفين البشاري بالزبط في السعر الديكروفين البطري العمبول 3 سنة في مصر في حدود 4 جنيه في حدود 4 جنيه في أن العبوة 100 سنة بتري بنفس المفعول بتدي نفس النتيجة وبنفس الجرعة 350 سنة بتري Проelling حوالي 60 جنيه 60 جنيه يعني الزنن współقع Cannes هنا الصنة واقع أكتر من قد يعني ضعف السعر تقريبا يعني لو جبته عبوة 100 سنة من البشري ستعادل حوالي 120 جنيه تقريبا فضيع في السعر ونفس المادة الفعلية فهنا مشكل الأدواء البشري يستخدموها عشان الفعلية بتكون احسن في بشري وبطري نفس المفعول فنشوفه فيين البشري اللي بيجيب مفعول عن البطري بعد كده ما بنيهتمش بالسعر ففيه أدواء ممكن تستخدمها بشري ما فيش أي مشكلة عادي رأيك بشعير المستنبة طول فيه بروتينات تسامن غنى مشعير المستنبة تعتبر مادة مكملة للعلف وعمره ما يحل محل العلف شعير المستنبة مادة خضرة علف أخضر مستحيل يحل محل العلف خرفان بيأكلوا 750 جرام علف مركز ومتوني 50 جرام فصفصة تقريبا الفصفصة واحد كان يمكن معناها تقريبا اللي هو قصود الدريس أو البرسيم المجفف على وجبتين وبعطيهم نص النهار 500 جرام تبني أمح المهم ما فيش إقبالها على تبني الأمح وعاوز تزود الفصفصة يتعوض الأمح بالفصفصة مفيدة جدا عن تبني الأمح تبني الأمح والفصفصة لو اللي تنبى نفس السعر ما تستخدمش تبني أمح نهائي استخدم فصفصة فقط لغير السلام عليكم السلام عليكم وصلاة وبركاته ما الفيتامينات التي تحتاجها مريض الماء صغير تجنب بجانب حليب الأم تجنبها لحدوث أي أمراض وما هي كمية اللي بنا تحتاجها للمريض وعمر 3 أيام أول حاجة الفيتامينات التي تحتاجها بجانب حليب الأم طالما الأم فيها حليبها مشبع لبنها ما تديش أي حاجة تاني فقط لغير غير لبن الأم هتعق وهتعمل مشاكل كتير وتعمل تلبكات معوية تعمل مشاكل معوية لا طالما المولود في أمه فيها لبن مكافية ما تدخلش بأي مكملات غزائية ولا بأي فيتامينات ولا بأي غيره إنما بعد ما يبدأ يدور على العلف أسبوعين ثلاث أسابيع شهر شهر ونص على حسب لب كمية اللبن في الأم كل ما كان لب كمية اللبن يدور على الأكل ممكن عمره أسبوعين يدور على الأكل لو أمه فيها لبن خفيف فبمجرد ما يبدأ يدور على الأكل تجهز له علفة بورتينها عالي وأنها تكون نعمة يلحس فيها بس هو ظل مطلوب منك للموليد بجانب اللبن أولا ما يبدأ يدور على العلفة ما يكمية اللبن تحتاج إلى المولودة عمر ثلاث أيام ببرونة وهلو تم عزلها عن أمها ورضاعتها بالبرونة يحدث مشكلة طبعا لبن الأم مش زي لبن الببرونة نهائي لبن الببرونة يعني مش زي لبن الأم لبن الأم أفضل مليون مرة طبعا بالذات طبعا لبن البقر يختلف عن لبن الماعز فيحصل مشاكل ما بيطلعش زي لما يكون شبعان من لبن أمه عموما الكمية تختلف باختلاف كبير جدا انت ممكن في معزة بتجيب كيلو لبن في اليوم وطلع ابنها تمام وفي معزة بتجيب ثلاثة كيلو لبن في اليوم وبرضاح ابنها بكلها يعني الكمية متفاوتة ولكن عموما عمره ثلاث أيام ده لسه صغير ما بيضارش يرضع أمه أصلا وبيكون لبن الأم لسه السرسوب لبن السرسوب المصمار فبيكون الكمية مفيش ضخ لبن لسه بزيادة بيكون اللبن مليئا الضر مليئا بس لسه ضخ اللبن بيحصل بعد يومين ثلاثة بعد ما بيخلص استرسوب عموما هتبقى لو هتحسب الكمية يعني ممكن لو ربع كيلو ربعمائة جرام نص كيلو هيشبعوه إن شاء الله هو عمر ثلاثة بس طبعا تغيير من لبن البقر للبن الماعز ما ينفعش مرة واحدة لازم يكون تدري بركن الله فيك عندي غنم صير معهم قصة مش عارف الحل القصة عندي الغنم صفة بيقع على درجة يطير يظهر الجلد وليس فيها أي أعراض جرب لأن ما كان الصوف اللاع نظيفه للعلم الغنم فيهم براغيت الصوف بيقع عندك والغنم واخد تجريعة الأيفومك لشربة الديدان أيفوم الإبرة الديدان عشان ممكن تكون ديدان كابدية ممكن تكون الغنم عندها ديدان كابدية تفتح جفن العين وتشوف الشرعين الشرعين زرقه الغنم عندها ديدان كابدية ومحتاجه فاشيوليت اللي هو إبر للديدان الكابدية الايفومك السوبر بيقضي عليها بس انت في الحل دي طالما عرفت ان فيه ديدان كابدية تدي دواء مخصص اللي هو فاشيوليت للديدان الكابدية اللي هو اللور بيبقى أحمر أما من ناحية ممكن الحل التاني ممكن الحاجة تدي حالة تفتح الجفن بس الشرعين العين بس لم اعتقدش الى الحصesting قطيع كل мы fragiles اذا كان عندك كمية كبيرة فمية في المية اللي حاصل عندك منش ديدان كابدية مية في المية اللي حاصل عندك سوق تغزية ناقص الفيتامينات والأملح ولوظبط الفيتامينات والأملح في العلف بتع تك هلو اولب ملح للأولب اللح أرجعنا بتلحث فيها وعوض الغنم ولوظبط بتعارض الفيتامينات والأملح ل Sachen ان شاءله في خلال اسبوعين أو ثلاثه الشعر بيائ Ende يطلع تاني ويبدأ شعرهم حتى اللي موحش الشعر يثبت في مكانه كويس اما من ناحية البراغيت مش البراغيت هي اللي بتسبب سقوط الشعر بس طبعا لازم تقضي عليها معاها بالمرة لانها بتنقل امراض كتير اقضي على البراغيت بيوتوكس ورش الغنم او غطس الغنم لو كنت في الصيف البيوتوكس كم بتركيزه لو فيه تركيز زي المركب دهار بيوتوكس بتركيزه 5% تقريبا السلام عليكم 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 السلام علي الارض المبلولة تبرد من الارضية تحتها ارضية جافة مكان بعيد عن طائرات الهوائية دافي الارضية جافة وتبعد كذلك الامهات عن الارضية المبللة لان الامة ممكن تكون ارضية وسخة بالفضلات بتاعتها كتير تقعد مجرد ما تقعد الضرع بينزل على الارض ولما توقف الضرع بيتوسخ ويجي يرضع منه ابنها يجيلوا الميكروب ينتقلوا عن طريق الحلمة وبكده بصد لها تحصل لك عملاء لسلات كتيرها في الموليد فلازم تدفية الموليد الفرشة تحتهم نظيفة عزدهم على الطائرات الهوائية والنظافة تحت الامهات جفاف الفرشة تحت الامهات المال الاغنام المية للغنم يا جماعة بتختلف انا بالنسبة لي احنا هنا في مصر الغنم يعني مش في صحراء فالمية متوفرة على طول صيف وشطة متوفرة الغنم وقت ما بتشرب بتشرب لكن العرب في الصحراء بتختلف طبعا لها مواعيد فأنا للأسف ما عنديش علم مواعيد الراعي لازم تسأل ناس خبرة اللي بيسقي بيسقي يوم يومين ما عرفش هو لكن انا بالنسبة لي المية بتكون باستمرار قدام الغنم دي بالنسبة للمية انا خلطت شكرت كوزب للأسف يا جماعة مواعيد الاعلاف ده مش عايز افتحه تاني انا منزل فيديوهات بما فيه الكفاية عن الاعلاف عشان تعرف تكون على الفتاك بنفسك كده هنخش في مجالات طويلة ووقت طويل هنراجع طبعا هنخش في اسئلة تاني لسه عشان اجاوبك عموما راجع لفيديوهات العلف ان شاء الله هتعرف اجابتك بالتفصيل هتعرف العلفة بتاعتك كويسة ولا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي مدة حاجز المواليد هديسي الولادة مع الامهات وكيف اللي هتناب المواليد في الشتاء طبعا انا اتكلمت في المواليد دلوقتي ذكرتها من شوية السؤال اللي قابلك على طول اما من ناحية مدة حاجز المواليد هديسي الولادة مع الامهات انا مش فاهم اصدك ايه يعني هتحجزها ازاي وهو بيفضل معامه مولود جديد بيفضل معامه اما في عزل المواليد يعني ممكن تعزلها قلنا بعد عمر شهر ولا حاجة بتبدأ تدور على العلف ممكن تعزلها تعمل لها مكان تحط لها في وجبة علف او ممكن تعمل العلف في مكان ما يقدرش يدخلوا غير الصغار بس فتحات على قد مرور المواليد الصغيرة تدخل ويكون فيها علف باستمرار المواليد الصغيرة هي اللي تعدي بس الامات ما تعرفش تعدي وتدخل تاكل وقت ما تاكل وترجع تاني الامات انما مش فاهم حاجز المواليد مع اماتها مش فاهم ده اذا كان هو المفروض ده لكلامك هو بيفضل معامه على طول بس ممكن تعزله يعني الصبح تعمل له وجبة علف يرضع من امه وتعمل له وجبة علف واخر النهار تطلقه على امه برضا يرضع وفي نص النهار تلت واجبات رضاعة ده الكلام ده يبدأ بعد ما يبدأ يدور على العلف مش وهو عمر يومين تلاتة اربعة لا بيفضل معامه على طول بس في حاجز ناس بتحجز لما يكون اللبن الام زيادة بس هو لو لبن الام زيادة حتى بما كان زيادة وهو صحته كويسة ونازل نشيطه برضع كويس ما بيصبوش اسهال وممش اي مشكلة من الرضاعة الا لو اللبن زيادة عن اللزوم فالحالة دي ممكن تعزله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو الماز عشرته بعد شهر من العشار سمنت ولا حمت ممكن العشار يكمل وازاله مستمر ما فيش اي مشكلة معزل طلبة مساكة عشر اعلف براحتك خالص ما فيش اي مشكلة بس اعلم نقوله على المصاريف ابدأ اعلف مزبوط من الشهر الرابع من بداية الرابع يبقى شهرين لاخرانين في الحمل وأول شهرين في الرضاعة دول اهم اربع شهور انما في الاول ما فيش مشكلة حتى لو اعلف طلبة مساكة عشر اعلف براحتك خالص بس احنا بنقوله عشان توفير المصاريف لكن اعلف مفيش اي مشكلة كيف اسمن اغنام ان بديها شعير بس شعير بس مصدر نشويات محتاج مع شعير مصدر بروتين زي الصوية على الاقل حتى لو بخمستاشر او عشرين في المية صوية مع الشعير يعني تمانين في المية شعير وعشرين في المية صوية ما فيش اي مشكلة هتديك معدل تحويل تسمين اسرع بكتير من الشعير الواحدة السلام عليكم انا ربي غنم من ليبيا وارد اعرف تحويل وارد اعرف تحويل جيد للعلم انا من ليبيا والصوية ورفول البلد اسعار لسه اذكر سؤال اجابي سؤال زيك دلوقتي او غالية جدا وصعب توافرها المشعير والامحة والضرع والصفر وان غالية اسعارها رخيصة صحنا يا جماعة الصوية معروفة انها سعارها غالية في كل مكان في العالم لازم تكون هي اغلى من الضرع ضعف سعر الضرع تقريبا يعني الضرع عندنا لو باربعة جنيه الصوية بتبقى بتمانية او بتسعة جنيه ولكن ضرورة تتحط الصوية اربعة واربعين في المية بروتين سعرها ضعف سعر الضرع الضرع معك الشعير والامحة والضرع ده مصدر نشويات مصادر نشويات لازم مصدر بروتين مصدر بروتين ايه زي الصوية مثلا والصوية هي افضل من فل البلدي وهي الارخص حتى وكان سعرها غالي الصوية اربعة واربعين في المية بروتين وفي منها 48 لو سعرها عندنا بنسبة في مصر مثلا الشعير ب4 جنيه ونص والصوية ب9 جنيه بنحط مثلا شعير ممكن نحط 80% شعير أو 85% شعير و15% صوية انت كده حاضط 15% صوية الكمية ليلة فما بترفعش السعر كتير ولكن نسبة البروتين فيها عالية على كمية هالليلة دي بترفع نسبة البروتين في العلفة فهي مش قصة انهie سعرها غالبة خلاص blind وتضع manter كل مليئات كبيرة ترفع نسبة البروتين كمية ليلة بترفع نسبة البروتين كتير فالكمية الليلة ما بترفعش السعر كتير تعني تخط كمية ليلة لكن ترفع نسبة البروتين لان هي محتوها عالي من البروتين وقيس عليها جميع المصادر فمعاك شعير والامحة والدرة الارخص فيها واستخدمو مع النخاله속 مع النخاله مصدر مشترك بين الاشاويتي وبروتين مكمل للمصدر ريشاته مكمل للمصدر بروتين وسعرها رخيص فبتستخد لو كان سعرها رخيص عندك لنها عندنا رخيصة أرخص مضدرة حاليا أنا وزارة تستخدمها بتستخدمها حتى بنسبة 15% 20% بترفع معجز من البروتين وتنزل من سعر العلفة والتفاصيل عاوزة أكتر راجع فيديوهات العلف في أكتر من 5-6 فيديوهات في القناة عن الأعلاف تكوين الأعلاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي معزة لسه مولود وعمل ثلاثة يام جسمها صغير أو بترضع من أمها حاجات بزيطة من لبن ومش الكمية المطلوبة لها يومين فالمفروض أني أسيبها مع أمها وخلاص ولا أعمل إيه في هذه المشكلة لو بتعرفتها وتمسك ونشاطها كوين سيبها مع أمها ترضع هي شوية شوية هتاخدوية طبيعة وهي صغيرة ما بترضعش كتير وترضع رضعتين ثلاثة وبتلكين رضعتين ثلاثة وبتلكين بترضع شيئا فانت سيبها مع أمها بس أمش تأكد أنها بتمسك الحلم وتأكد أن الحلم مفتوحة بتنزل لبن بس هل الشعير واحدة جاهل للنعجل والدة حديثا لو مش موجود غير الشعير كويس ولكن الأفضل يكون معاه مصدر بروتين تاني يرفع البروتين شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنبات الأزول لنبات الأزول لنبات الأزول لقولنا يا جماعة ما عنديش أي معلومات عنه حاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم التعليفة للأمهات عشان تتاوم التوقمية عشان عاوز النعجة التوقم تتاوم لازم تتابع بتغذيتها كويس اهتم بالتغذية كويسة قبل موسم التلطيح اهتم بالتغذية في الشهر اللي هتبدأ فيه تطلق الفحل الشهر اللي هتطلق فيه الفحل على النعاج لازم تتابع بالتغذية كويس قبل ما تطلق الفحل على الأقل بشهر بخمسة وعشرين يوم عشرين يوم تيتابع بالتغذية كويس مع إضافة سنائي فوسفات السوديوم أو الكالسيوم اللي هو ملح سنائي الفوسفات كيلو لكل ميت كيلو من العلفة في خلال العشرين يوم دول أسأل الله تعالى أنا وفاق الله يبارك فيك تحية كردستان عراق العلف 16% كم نزل بروتين يتحول إلى كم من اللحم بمعنى آخر ما هو عامل يتحول بين البروتين واللحم والله سؤالك كويس يا أخ ياريت لو تكتب اسمك بالعربي عشان الاسم يعني مش هزها صيروان والله إن شاء الله سؤالك عاوز فيديو إن شاء الله كامل إن شاء الله نعمل فيديو ونتظر مننا فيديو عن معامل التحويل للعلف ومعدل التحويل للخروف إن شاء الله بس طبعا جزء الأخير لأن عشان نجاوبك بالتفصيل لأن اللي جاب عليه مفصلة إن شاء الله نعملها في فيديو على أقل عشر دقائل أو ربع ساعة أي يوم أفضل تقديم العرف على واجبتين في اليوم أو على ثلاثة طبعا في المناطق الحرة الأفضل على واجبتين واجبة عند طلوع الشمس أو قبل شروق الشمس واجبة عند الغروب في الطروا يعني في الجو والبرد لأنه ما ينفعش واجبة تلتة في النص في عز الظهر في الحرة الغرب ما بتاكلش ولو أكلت هيعمل لها مشاكل تنفسية جملة فالأفضل واجبة الصبح واجبة الثانية بعدها بأتنشر الساعة ستة الصبح وستة آخر النهار خمسة الصبح خمسة آخر النهار سبعة الصبح سبعة آخر النهار ضل أفضل كل اتنشر الساعة وبالنسبة للسؤال الثاني لأنه فيه تفاصيل لأنه بتوقف على عدة تعاون بتوقف على نوع الغنب الوعدية هنقوله بتوقف مع سن الخوف كمان فعمل التحويل هنذكره في فيديو إن شاء الله مخصوص بإذن الله عشان نتكلم عنه بالتفصيل انتظر الفيديو اللي جاي إن شاء الله عن معامل التحويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشكور الله يبارك فيك مساحة خمسة في اتناشر عاوز ربي فيها تلاتة وعشرين ناعجة وكبش يعني 60 متر إن شاء الله المساحة كويسة بتقبليني إن ما بيدخلها الشمس للأسف تفشتهاش الفضاد الغنب تتربي أمهات يعني تفضل معاك طول السنة فما ينفعش طول السنة ما تشمش الشمس لو هي تسمين شهرين ثلاثة ما فيش مشكلة ممكن تعوض بفيتامين ألف دل ثلاثة يعوض عن الشمس لو هي فيتامين دل ثلاثة والكالسيوم في العلفة بتاعتك بس طول أمهات يعني تفضل موجودة طول السنة ما ينفعش تعبسها طول السنة بدون شمس لازم تتعرض للشمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال ربما تم الجواب عليه من قبل إذا كان برنامج التسمين جيد الخروف من نوع الحري كم أكبر وزن يستطيع له سوري للأسف نوع الحري مش موجودة عندنا عندنا في مصر أنواع الحري ده موجود في السعودية فطبعا بعدل التحويل بيختلف من خروف للتاني عندنا هنا في مصر البرئي والرحماني والقسيمي والبردي والبرديسي دولة خمس أنواع اعتبر الأساسيين معدل التحويل أقلهم البرئي البرئي عندنا معدل التحويل للخروف النظيف وبرنامج تسمين كويس بيزيد بمعدل ربع كيلو يوميا يعني سبع كيلو ونص شهر ده زيادة طبيعية بتاعته سبع كيلو ونص اللي هو الخروف الممتاز مع العلف الممتاز والرعاية التمام أما الانواع التانية ممكن تزيد ثمانية ونص تسعة وممكن تصل إلى عشرة كيلو فأنا الحري لاسف مستخدمتوش معرفوش فهو المفروض يعني ما يقلش عن ربع كيلو يوميا مفروض ان هو ما يقلش احنا اقل معدل تحويل عندنا يعتبر هو البارئي في مصر ربع كيلو يوميا طبعا في اقل من كده احنا خروف جيد وبرنامج تسمين جيد ليه اثنين يعني خروف شبعا لبن وعلف كويس وبرنامج رعاية كويس ربع كيلو المفروض ما يقلش عن ربع كيلو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ما هو علاج الددان الرئوية وكما كنا نجوره على وزن 40 كيلو إيهار ماكتين لعلى جميع الطفيلات الداخلية والخارجية من ضمنها إيهار ماكتين ايهو ماكتين أفو ماكتين 40 كيلو ياخد 1 سنتي لو استخدمت افو ماكتين 1 سنتي حيث ايردني احنا 2 سنتي لو اختصت مصري هاياخد اربعة سنطي فانت لو في مصر زي ما انت لك لو مصري ممكن ياخد اربعة سنطي لو اردوني اثنين سنطي امريكي واحد سنطي تعمل فيديو الخاص الجديان وان شاء الله لو جات قدام ان شاء الله هنعملكم فيديو بإذن الله كيف يدروا قابل مرادة لسألة عندي موليد الماعز انا ذكرتها من شوية باختصار تدفي الموليد التدفئة تبعدهم عن طيارات الهواء في مكان مقفول بعيد عن طيارات الهواء في الساعة الجفاف الارضية تحتهم تحت الموليد وتحت الامهات الاثنين احسن نوع تبني من ناحية البروتين والتغزيل الاظنان احنا بنقول ان الدريس ما هوش تبني ولكن يعتبر لان في نسبة البروتين كويسة والاتبال معروفة فقيرة للبروتين فاذا قلنا افضل مادة ملقة من ناحية البروتين والتغزيل فهو البرسيم المجافف اللي هو الدريس البرسيم المجافف اللي هو الدريس على حسب الغنم بتاعتك بتاكل في ايه في غنم بتحب تبني الفول في غنم بتحب تبني البرسيم في غنم بتحب تبني الفاصولية على حسب الغنم اللي بتحبه عندك بعد الدريس طبعا هل البطاطا او البطاطس جيدة لتغزيلة الاغنام والامهات تعتبر مكملات غزائية بس البطاطا؟ ليها البطاطا الحلوه، البطاطس ناية تأ điềuيك بها مشاكل البرسيم المجافف اللي هي الحلوة أو عنها لها مشكلة التأكل منها ناية التي توجدها مثل dicزر في البطاطا والجزر والبذينجان المجافف نايين التطبع للبهيب ان يفضلي لأزالة لدي وزنة 5 كيلو و سنها كبيرة فتبها هي ضعيفة معدل تحويل الافطن ضعيف بس اتتكلم عن الهزان الي فيها مش هتتكلمش عن معدل التحويل الهزان الي فيها ممكن تكون بلعة بالذات الماعز اللي هي حلية عندي حلية ماشي حلية تمام ممكن تكون بلعة وكل كيسة او حاجة سادة مصرنها ممكن يكون عندها التابري اوي لاحظ النفس بتاعها فيها نفتة فيها هزة كده في النفس ولا لا ممكن لو كانت عندها اسهال شديد الفترة الاخيرة ولسه طلع من الاسهال ممكن يكون الامعاء تضمرت بتاعتها المعدة والامعاء متضمرة كان عندها نزلة معاوية حده وبتاخد وقت على ما تطلع منها يعني الكرشي مش شغال والهضن مش شغال فانت ممكن تديها فيتامينات مش بقى خلاص انت داعي فماك عشان لو في اي طفايليات او في ديدان ادي فيتامينات لو تعرفت على الالها محلول على الالها محلول وديها فيتامينات واملاح طبعا الاملاح اتخذها في المحلول ما فيش اي مشكلة محلول ملحي عندي صغير معز وعمره خمس ايام بطنه منتفخه كتير ومازال في حالة عادي عيش طلبة بدلطة النشاطه وقويس ويبياكل تمامي منها فات أيها فدي خمسة سنتي لو هو صغير وعمر كم، عمره خمس ايام خمسة سنتي زيت أكلsterreich وأ Ontındأت اوله خمسة سنتي زيت أكلThrث في الخم دي غازات إن شاء الله بتطلع في خلال ربع ساعة بإذن الله طرعا ما نشاطه كويس بص بطنو منفوخة زي الطابلة دي بتكون غازات 5 سنت زيت أكل شرب طبعا في الفم لو سمعت دولنا إزاي نفر بين البرق والهلبي البرق الخروف البرق هن شاء الله نحاول نوضحه في فيديو بس حاليا هنقول لك بالكلام كده البرقي اللي هي بتاعته لعلامة الأساسية اللي هي بتاعته بتكون مسلسة نزلة حطة صغيرة كده من فوق ونزلة دي المفروض أما الخروف الهلبي بتكون اللي هي بتاعته عريضة وكبيرة واللي هي متنية فيها كسرة بتلاقي اللي هي مدورة من ورق الخروف البرقي معروف بصغر اللي هي بتاعته بتكون اللي هي مسلسة نزلة أخرها زي الديل مستقيمة على طول دي العلامة الأساسية هل عرش الفول يسبب لين الروس أو الإسال لو العرش الفول فيه أوراق كده نتأكل ورق بس فالورق ما فيه نسبة ألياف عليها فممكن يعمل إسالات زي ورق البرسيم أما لو هو الورق بالعدان بتاعته ما فيهش أي مشكلة ما بيعملش إسالات العرش السوداني بالورق بتاعه بالعروش بتاعته بتتاكل بالكامل ما فيهش مشكلة ممكن تكون بتأكل كمية كبيرة بيأكل الورق فقط ويسيبوا الأجزاء الجفة الأجزاء الخشبية بيسيبوها كاملة فبالتالي الورق لوحده كمية كبيرة بيسبب إسال عادي ولكن لما يأكلوا بالعدان بتاعتي تحط كمية مضبوطة ويأكلوها بالعدان لما بيسببش أي سرات إن شاء الله اللاكمة في موليد المعز أعرفها إزاي وإيه أسبابها طبعا لو أنت تقصد موليد صغيرة ما بيكونش فيها بتتلكمش الموليد الصغيرة اللي هي بترضع من أمها وأمها فيها لمن مكفيها بمجرد ما تبدأ تدور على علف لو هتفتح لها 100 كيلو علف ما بتتلكمش لأنها لسه ما تعودتش على علف بتلحس لحسات خفيفة لسه بتلحس اللي بيجيله اللاكمة اللي هو كبر وملاقاش علف كبر واتفطم ومش لاقي علف عمال يرعى ويأكل في الصخر ومش لاقي علف تروح انت تفتح له مرة أحد علف هو هنا اللي بيتلكم وبيموت اللاكمة أعرضها أخر النهار أكلت الصبح علف لدرجة أن يتلكم أخر النهار بالليل بتبان عليه حد أقصى تاني يوم خلال 24 ساعة تاني يوم الصبح بتلاقيه قاطع أكل واقف جنب الحيط وبساعات بيجز على سنانه بيعمل تصوت بسنانه من الوجع اللي في كرشه مش لازم يكون فيه انتفاخ بعادي ما مش منتفخة انت أكل تعالى في مركز ما فيهوش تيب ما بينفخش البط إنما بيعلم حمودة جامد في الكرش علامات اللاكمة انعزال عن القطيع يقف على جنب بيجز على سنانه وساعات يحصل له حرارة وقاطع الأكل دي مع انك تعرف قبلها 24 ساعة على الأقل على الأكتر تكون انت كنت زودت العلف أو غيرت العلف مرة واحدة غيرت العلف مرة واحدة أو زودت العلف مرة واحدة أمكن إجابة شاملة لتربية أمهات الإنتاج والتغزاء دي إن شاء الله نعمل لها فيديو بإذن الله بالنسبة لغرب تاكل صوف بعض نخلط لها الليمون الأسود مع الماء مرتين ورش الظفة بمسحوق الفلفل الأحمر حالها لذي ترغف عالي لاسف ما عنديش علم بها بس الغرب اللي بتاكل صوف بعض دي عندها نقص في الفيتامينات والأملاح اهتم بالفيتامينات والأملاح في العلف واهتم بالغذاء بتاعها كويس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعند فاطمة في عمر السنة أصابها عمى في العين اليمين وأحس إنها أصبحت لا تسمع بشكل جيد هل الأشواك التي التسقط فيها تأثير عليها؟ لو الشوق التسق في الصوف الشوق اللي بالتسق في الصوف ده ما فيش منه مشكلة مش هو ده السبب ولكن ارجع في فيديو في فيديو القناة باسمه علاج التهاب العين في الأغناء شوف عين الخروف لو عينها زي عينه علاجها بأطرى بشري أي أطرى بشري مضاد حيوي مع مضاد التهابات هي الاثنين بكونوا في أطرى واحد وأطر لها مراتين في اليوم لحد ما تخف لو هي ارجع للفيديو في القناة اللي هو الفيديو اسمه علاج التهاب العين في الأغناء لو عينها زيها عملت سحابة بيضة كده وكانت بالدم على الولد كده عملت سحابة بيضة ده علاجها بالأطرى البشري أما لو العين صفية سليم ما فيش فيها مشكلة وما بتشوفش فدي احتمال انها تكون عندها دوشان عندها التهاب في المخ والالتهاب وصل لفص البصر مرحلة ثانية وتبدأ تدور حوالي نفسها لما يوصل الالتهاب لجزء المخيخ اللي هو مسؤول عن التوازم تبدأ ترفع حوالي نفسها وتقع في الأرض بني ما لقاش علاج غير التهاب في النهاية طبعا بنزيد نأكد عليكم قبل ان عنده اي سؤال يكتبوا ان شاء الله اسفل فيديو في تعليق ويتم الرد عليها ان شاء الله في خلال 48 ساعة بإذن ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته